يلا بينا نعمل أسهل وأسرع طرط الفاجي وكمان المبتدئين يقدروا يعملوها وبتنجح معاهم إن شاء الله من أول مرة وهنعمل كمان أسهل شوص شوكولاتة اقتصادي جدا ومش مكلف خالص يلا بينا نعمل الترطية الأمر دي بس وتنسوش إنكم تتابعوني عشان تشوفوا إن شاء الله كل يوم وصفة جديدة يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا إيه المقادير عبارة عن كوباية من الدية أحط عليهم معلقة من الباكينج بودر ونص كوباية من الكاكاوة الخام ورشة ملح طبعا وأقلبهم كويس وأسيب المقادير الجفة دي على جمد في بولة بقى أحط البطين وأحط عليهم كوباية السكر وأحط كمان الفانيليا وكمان هقلب شوية كده وبعدين هنزل بالسكر ونزلت كمان بالحليب الحليب لازم يكون سخنة عشان يدينا كيك حلو قوي وطبعا قبل الحليب اللي حطيت الزيت كل المكونات كده تتحطى لبعضها بس أهم حاجة يكون الحليب سخنة عشان يطلع معانا الكاكاية تبقى هاشة كده وحلوة الحلة دي مقاس 18 حطيت تحت كده ورقة من الزبدة وحطيت الكيك على فرن 180 في الرف الوسطاني طبعا يكون فرن متسخن خدت معايا نص ساعة وبقت زي الفل اختبروها بشوقة في النص لو ماستودش يسيبوها كمان نص ساعة كمان هنا بقى الترطاية بتاعتي بعد ما طلعت أسمتها اتنين والكريمة بتاعتها أنا عملتها كريم شانتي خام عملت كوباية من الكريم شانتي الخام حطيت عليه كوباية من الماء الساعة وحطيت كمان ربع كوباية من السكر وفي الآخر حطيت عليهم جناش شوكولاتة اللي هنعملوا مع بعض دلوقتي حالا وجلست الترطاية زي ما انتم شفتوا كده بكل بساطة ولو عايزين تزقوا الكيك تزقوا حليب اوكي انا بقى ساقتوا من الجناش اللي انا عملتوا دا الجناش دا عبارة عن نص كوباية من الحليب السخن وعليه كوباية من الشوكولاتة المتقطعة او مبشورة وقلب كويس جدا كده هيدوب معانا لو ما دابش نحطه على بخار مية هيدوب ويبقى تمام قوي وعلشان يلمع ويبقى زي الفل كده زي ما انتم شايفين حطيت عليه معلقتين زيت وبقى احلى جناش معايا ممكن تستخدموه على جتوهات طرطاة اي حاجة بيكون حلوة قوي ومش مكلف مش محطط له بقى حاجة غالية زي الجناش اللي بتحطله كريمة كريمة خفط لا دا بسيط جدا وفي نفس الوقت طعمه حلوة قوي في الاخر لما بيتقل بيكون بالشكل دا انا حطيت منه على الوش وكمان بيكون لونه مختلف كده علشان حطيت كمان عليه شوية من الجناش الابيض كان عندي عملتوا برضو بنفس الطريقة وطلع معايا بالشكل دا تنسوش بانتوا تجربوها ومستنوني فوصفة جديدة وفيديو جديد